مئات الأناجيل والمخطوطات والأيقونات المقدسة في متحف كنيسة أجيا صوفيا في صيدنايا شمالية دمشق جهد للمشرفين على الأديرة والكنائس جنب هذه الثروة الدينية التلف والضياع خلال سنوات الحرب ومبادرات أهلية توجت بافتتاح المتحف في يوم القديسة صوفيا من النادر حتى تقدر تلاقي في متحف صغير ببلدة مدينة سميناها بلدة هذه الغناء في الإيقونات لما كان فيه تراث روحي واجتماعي وفني كبير بهذه المنطقة دعوات إلى السلام والأمان في قداس احتفالي ترأسه البطريارك يوسف العبسي بطريارك أنطاكيا للروم الكاثوليك هنا تصدح حناجر المؤمنين في قاعة كنيسة تروي حجارتها تاريخا يمتد إلى القرن السادس الميلادي تحت هذه الكنيسة في مغارة كانوا يصلوا فيها بالقديم بنيت بالقرن الثاني موجودة هذه المغارة كانت صالة تكون فيها وفيه على الجنب اليمين كنيسة تانية اسمها كنيسة مارلياس نبنت قبل كنيسة أجيسوفية والكنيسة أجيسوفية نبنت فوق كنيسة مارلياس دور مجتمعي متقدم أداه أبناء سيدنايا في الحفاظ على عشرات الكنائس والأديرة في بلدتهم التاريخية افتتاح المتحفي يرونه خطوة أخرى للحفاظ على التراث الروحي الإنساني هذه الغيقونات هي استعادة تاريخ ووضع صورة للبغتربين لكي يعودوا إلى وطنهم ولا يبقوا طيور مهاجرة في البغترب تضم سيدنايا نحو 21 ديرا وأربعين كنيسة بينها دير سيدنايا معالم روحية تجذب عشرات آلاف الزوار سنويا من داخل سوريا وخارجها تروي أيقونات ومخطوطات متحف كنيسة أجيسوفية تاريخا عريقا للمسيحية في إحدى أعرق الحواضر المسيحية في المشرق العربي إرث حضري حافظ عليه الآباء كرسالة انتماء وتجذر في هذه الأرض محمد الخضر من كنيسة أجيسوفية في سيدنايا الميادين